اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو وابدكو يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك يبتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكم بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة للك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بدك يا خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشي برجهم وطالعهم اي بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج النازل والطالع هذا ما انه فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك ما عرفت فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول لها برج الدلو اللي هو برجك هو البيت الأول هو بيت الشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير وبرضو نظرة الجنس الآخر لأنها بتكون أكثر وأشمل وفيها نوع من أنواع الحنين أو المحبية أو الإعجاب طبعا هاي الفترة هي بداية سنتك بتكون والفترة اللي بتبدأ فيها مرحل جديد من حياتك فعشان هيك هاي رح تتركز معنا خلال هذا العام من بداية العام لغاية 14-5 ومن 18-10 لغاية 29-12 نفسيا مرتاح وبرضو فيه أشياء إيجابية رح تصير لا إلك طبعا فترة وجود الشمس أو انتقال الشمس لعندك اللي هي من 19-1 لـ 18-2 بتصير بشكل تصاعدي يعني بتحس بالراحة بشكل تصاعدي لا ما يجي عيد ميلادك بتحس بالفارق الأكبر طبعا بالنسبة للزهرة من 1-2 لـ 25-2 هي رح تعطيك الإيجابية والحضوض والقدرة على إنجاز كثير من المهام وجود المشتري عندك من بداية العام حتى 14-5 وبرضو من 29-12 وحتى نهاية العام هاي رح تغير كثير أشياء عندك في حياتك في أشياء كانت مستحيلة رح تتحقق أو رح تقدر تنجزها وهاي على جميع موليد برج الدلو ولكن زحل رح يأثر بشكل سلبي على موليد العشرية الأولى تحديدا هي من بداية العام وحتى 23-5 ومن 11-10 وحتى نهاية العام شوي بامتحنهم في بعض الأمور السلبية اللي بتكوا تحذروا منها من هدول الكوكبين هي المشتري لما بيبدأ بعملية التراجع اللي هي من 28-7 إلى 18-10 رايح يفقد الحضوض تماما فعشان هيك بتكوا تعتمدوا على حالك ما تطمئنوا أن المشتري يعني حظو مش عارف إيش وا وا الاملني هاي زي ما هولوا لكو لا في الفترة هاي رح تشعروا أن الحظ تخلى عنكو تماما وتراجع الزحل برضو اللي هي من 23-5 لغاية 11-10 رح يضغط بشكل كبير على موليد العشرية الأولى رح يحطهم في فترة امتحانات وممكن أنه يفقدوا الأمل أو الثقة بالحياة ويجدوا أن الدنيا سكرت في وجوههم ما تيأسوا هو بس بامتحن صبركم حاولوا أنكم ما تتصرعوا بقراراتكم بتلاقوا الأمور يجات بشكل جيد بالنسبة للبيت الثاني اللي هو برج الحوت هو برج الحوت بالنسبة لكو بيتكو الثاني بيت الممتلكات والأموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك وإلو علاقة بالمعادن الثمينة وما يتوجب علينا الاستثمار والإنتاج وردود أفعالنا تجاه الظروف المادية يعني زي جدولة حسابات أو ندخل دعم جديد أو عمل إضافي أو تحسنات على الوضع المالي طبعا هاي رح تنشط من 18-2 ولغاية 4-4 ومن 14-5 ولغاية 20-6 ومن 29-12 وحتى نهاية العام هاي الفترات اللي رح يكون فيها إيجابية ممكن أنك تحصل فيها على مكاسب مالية أفضل الفترات طبعا رح تكون هي فترة وجود الشمس اللي هي من 18-2 لغاية 23 والزهرة رح تدعمك بقوة أكثر وتجيب لك حظوظ مالية أكثر هي من 25-2 لغاية 21-3 بدك تحذر طبعا فترة التراجع أو فترة اللي هي التراجعات اللي رح تصير طبعا المشتري رح يدعم موليد العشرية الأولى ماليا اللي هي من 14-5 لغاية 20-6 ومن 29-12 لغاية نهاية العام ولكن بدك تحذر أنه فترة تراجع المشتري زي ما حكينا من 20-6 لغاية 28-7 شوية رح تضغط عليك خصوصا موليد العشرية الأولى رح يحسوا بنوع من أنواع الضغط المالي وتراجع نبتن اللي رح يصير من 25-6 لواحد 12 شوية رح يخليك يعني تجي لك شوية أفكار سودة أو أنه وسوسة أو ممكن أنه سهل يكون النصب عليك أو الإحتيال عليك أو استغلالك ماديا فبدك تكون حذر أنه ما تكفى الحد وما تدخل في أمور مالية مع حد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث اللي هو برج الحمل طبعا هو بيت قوي جدا بالنسبة لك هي بيت السفريات القصيرة والتنقلات والاتصالات وبرضو وسائط النقل والاستراد والتصدير والدراسات والهوايات وبرضو الامتحانات وعلاقتك مع الجيران والشراء والبيع والإخوة والأخوات والأقارب المفروضين والأصدقاء المقربين لإلك والمفروضين عليك هاي الفترة رح تنشط فيها بشكل كبير هي من 23 لغاية 19-4 فترة وجود الشمس من 23 لـ 19-4 بتعطيك قوة جيدة يعني بتدعمك بشكل جيد ولكن وجود الزهرة هو اللي رح يعزز النقطة بشكل كبير رح تنجح بامتحانات خصوصا اللي هي المدرسية أو الثانوية العامة رح تنجح فيها ورح تحصل فيها مكاسب إذا أنت استغلتها بشكل جيد فيمنكم رح يسافر كثير أو يعمل اتصالات بشكل كبير فيمنكم ممكن يشتري سيارة أو جهاز تليفون أو كمبيوتر بالفترة هاي اللي هي فترة من 21-3 إلى 14-4 بدك تدير بالك من المريخ اللي ما زال موجود في الحمل من الآن لغاية 7-1 اللي شوي بيضغطك ماديا أو بيجيب لك مصاريف من تحت الأرض أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا البيت الرابع اللي هو برج الثور طبعا بيت الرابع يعني بيت العائلة هو مش بيت قوي كثير ولكن برضو فيه أفراح ومناسبات بتيجي من خلاله فعشان يكي هذا بيت العائلة وعلاقتك العائلية الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات والبيوت والمنازل والمساكن الطفولة ومحل الإقامة وحياسة الأمتعة والأثاث والحياة العائلية كمان بتدل على الأب طبعا أكثر الفترات اللي رح يكون فيها إيجابية هي من 14-4 لغاية 20-5 رح يكون فيها لك اهتمام ممكن خلال الفترة هاي يصير عندكم مناسبة جيدة عائلية أو فرحة أو ممكن أحداث داخلية سعيدة أو تحالف عائلي أو دعم عائلي القوة بوجود الشمس اللي من 19-4 إلى 20-5 والزهرة اللي بتدعمك بشكل قوي من 14-4 لغاية 9-5 بدكوا تحذروا من العصبية والمشاكل وحديت الطباعة لتعامل مع أفراد العائلة هي في فترة من 7-1 إلى 4-3 لأنه المريخ رح يكون موجود في هذا البيت وبرضو بالفترة اللي رح يصير فيها خسوف القمر الجزئي لأنه رح يصير في هذا البيت تحديدا اللي هو يوم 19-11 ممكن يجيب لك خلاف أو يجيب هاي المشاكل اللي هي من المريخ والخسوف يجيب خلاف أو جدال أو ممكن تترك سكنك بشكل مش طوعي إجباري وتنقل على سكن ثاني أما بالنسبة للبيت الخامس وهو بيت الحظ المطلق يعني هذا البيت اللي بعزز لك مكاسب كثيرة وحضوظ وعاطفة وخطوبة وعلاقة عاطفية هو بيت يعني له علاقة بالعاطفة والحظ والمقامرة والترفيه والمسرات والأولاد والفنون على أشكالها والملذات وعلى التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية في الفترة هاي بتنشط كل هاي الأمور طبعا إيجابيتها اللي راح تكون لصالحك هي من 4-5 لغاية 21-6 من 22-6 لغاية 11-7 القوة اللي هي بوجود الشمس طبعا لأنه بيت حليف لا إلك وبرضو وجودها في هذا المكان قوي هي من 25-21-6 الزهرة راح تدعمك بعلاقة عاطفية أو محبة أو غراميات كثيرة وممكن منكو كثير يرتبط في هاي الفترة اللي هي من 9-5 لغاية 2-6 بتكو تضحو يعني شوي تنتبهم بعض الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الأحبة هي فترة تراجع عطارد أو ما بينك وبين أحد الأبناء هي من 30-5 لـ 22-6 راح تضغطك بشكل كبير وبرضو في نفس اللحظة وجود المريخ من 4-3 لـ 23-4 ممكن تعمل غيري أو شك أو مشاحنات أو ردات فعل سلبية كسوف الشمس الحلقي راح يصير يوم 10-6 برضو في نفس البيت بتكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس له علاقة ببرج السرطان هو بيتك السادس وهذا بيت عادة بيجيب مشاكل بيجيب مشاكل على مستوى العمل بيجيب مشاكل على مستوى الصحة طبعا راح نذكر الإيجابيات في هاي الفترة وبعدها نذكر السلبيات وهذا البيت له علاقة بالعمل والصحة والخدمات والطعام والحيوانات الأليفة والحاجات اليومية ومسؤولياتك اليومية والمهام والتغذية والحمية علم الطب وملحقاته والأمراض العابرة والحوادث اللي يمكن يتعرض لها الشخص طبعا هي بإيجابيتها راح تكون من 8-6 لـ 28-7 الشمس بوجودها بتمتحنك في هاي الأمور ممكن تشعر بأعراض غير اعتيادية ممكن تشعر بالتعب تطلب منك تدخل مستشفى أو إجراء فحوصات طبية أو تأخذ بعض الأدوية هي من 21-6 لغاية 22-7 الزهرة راح تجد لك حلول وممكن تجيب لك عمل وفرص عمل جيدة لا إلك هي من 22-6 لـ 27-6 بدك تحضر وتراقب صحتك بشكل جيد هي فترة وجود المريخ اللي هي من 23-4 لغاية 11-6 إن شعرت بشيء غير إعتيادي بدك تراجع الطبيب وبرضو ما تحاول تعمل أي مشاكل داخل عملك أما بالنسبة للبيت السابع وهو برج الأسد مقابلك تماما وعادة الكواكب لما تكون بالمقابل تماما تعطيك حضوض ولكن بتسحب من طاقتك يعني بيكون ما عندك طاقة إنك تعمل هاي الأشياء وبتبقى مضغوط وعصبي يعني بتحس الأمور بتتراكم عندك طبعا هذا البيت له علاقة بالشراكة في العمل له علاقة شراكة بالعاطفة السمعة الشخصية الخطوبة زواج طلاق توقيع العقود التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوى القضائية فعشان هيك في فرص بتصير للارتباط أو للزواج اللي مشاكل بينه وبين زوجته بده يطلق أو بدها تتطلق في هاي الفترة بتقدر ترفع قضية تكسبها لأنه بتكون لصالحها الشمس بتدعمها من 22 سبعة لغاية 22 ثمانية وبرضو الزهرة بتعطيك حضوض أقوى اللي هي من 27 ستة لغاية 22 سبعة بتكو تديروا بالكو من المشاحنات والجدالات والخلافات ما بينكو بين شركات ومكان بالمال أو بالعاطفي يعني كأزواج أو كخاطب أو كاتب كتابه اللي هي فترة وجود المريخ اللي هي بتيجي من 11 ستة لتسعة وعشرين سبعة شوي هاي بتخليك عصبي وحد الطباع أما بالنسبة للبيت الثامن اللي هو برج العذراء هذا بيت التركات والديون والضرائب والشؤون المالية المتعلقة بشراكة وصحة أحد الأحبة وبالدل برضو على التغييرات الروحانية والروحانيات والعالم الآخر والجنس والشهوات وبرضو إلو علاقة بالاختفاء يعني ضياع الأشياء أو فقدانها أو سريقتها هاي كلها من الاختفاء أشياء بتختفي فعشان هيك هي شوي رح تكون محيرة هاي المنزلة لأنه هذا البيت بعض أو الفلكيين بسموه بيت الموت يعني بيت كل إشي غيبي أو مغيب هاي الفترة من 22 سبعة لـ 22 تسعة بتكون عندك الشمس وعطارد والزهرة موجودات في هذا البيت هسا الإيجابيات اللي هي من 22 ثمانية لغاية 22 تسعة اللي ممكن أنت تحصل قروض أو ديون أو أموال لإلك أو أنت مدائن أشخاص مش عارف تستوردها ممكن في هاي التواريخ أنت تستفيد منها بشكل كبير القوة لإلها اللي هي فترة وجود الزهرة اللي هي من 22 سبعة لغاية 16 ثمانية بتفتح لك أفق جديدة إلى أمور إلها علاقة بميراث تاريكي إلها علاقة بأشياء كنت مضيعها بتلاقيها أشياء مثل هيك بدك تحذر اللي هي أصعب الفترات اللي هي من 29 سبعة لغاية 15 تسعة هاي الفترات اللي بدك تحذر فيها من المجازفات والمغامرات ما تكفى الحد وما تضمن حد وما تدين حد فيها على أساس أنه ممكن تفقد الشيء اللي أنت بتعمله أما بالنسبة للبيت التاسع وهو من أقوى البيوت برضو زيه زي الثالث خامس تاسع هذول أقوى البيوت بالنسبة لها اللي هي بيوت الحضود المطلقة إحنا منسميها وكلها إيجابيات فيها بعض السلبيات في بعض الأوقات بتكون إذا كانت الكواكب منتحسة أو عنيفة موجودة فيها بتضغطك في هذا المكان طبعا أفضل الفترات البيت التاسع وهو بيت البرج الميزان بيت السفر البعيد بيت الهجرة الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد الفلسفة الدينية المعتقدات الروحية والدراسات الجامعية للأشخاص اللي بدرسوا بالجامعات أو قدموا امتحنات جامعية الاستيراد والتصدير والأمور القضائية اللي هي صدور الأحكام طبعا أفضل الفترات هي من 16-8 لغاية 6-11 الحضوض فيها بتيجي يوم الشمس تدخلها من 22-9 لغاية 23-10 طبعا الزهرة ممكن تجيب لك هجرة تجيب لك إذا قدمت طلبات بالفترة هاي تجديد إقامة دراسة جامعية تغير تخصصك تاعد دراسة اللي هي أو علاقتك مع شخص خارج البلاد تتطور هي من 16-8 لغاية 10-9 بدكوا تحذروا اللي هي الفترات اللي بتراجع فيها عطارد هاي فترات سلبية اللي هي من 27-9 لغاية 18-10 يعني شوي هاي ممكن تخليك تجازف أو تغامر أو تدخل بأشياء ممكن تكون مش لصالحك وبرضو في نفس اللحظة ممكن يتأجل شيء أو يلتغى موضوع العلاقة بسفر أو بريد مثلا المريخ بيخليك تغامر وتجازف من 15-9 لـ 30-10 فما تعتمد على الحضوض وإذا عندك امتحانات بالفترة هاي بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر اللي هو العقرب هو بيتك العاشر هو بيت المركز الاجتماعي والشؤون الحكومية والسياسية وعلاقتنا برؤسانا وزملائنا في العمل والترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة كما أنه بدل على الأم طبعا هذا البيت بيت السمعة يا برفعك لأعلى المستويات يا بنزلك لأقل المستويات يعني يا بشهرك يا بفضحك هذا بيت السمعة فعشان هيك بدك تنتبه وتسجل التواريخ هاي جيد من 10-9 لغاية 7-10 هاي فترة إيجابية ومن 23-10 لـ 24-11 برضو فترة إيجابية أقواها هي فترة وجود الزهرة الشمس لما تدخل بتحطك بالامتحانات عشان تشوف أنك أنت جاهز لهذا الشيء ولا لا اللي هي من 23-10 لغاية 22-11 الزهرة لما تدخل من 10-9 لغاية 17 يا بتجيب لك ترفيع يا بتجيب لك تنقية يا بتجيب لك منصب يا بتجيب لك علاقة بأشخاص من علية القوم ممكن جيب لك رتبة ممكن تنقلك على عمل أو يجيك عرض لعمل قوي جدا فبدك تستغل للفترة هاي المريخ طبعا من 30-10 لغاية 13-12 بحطك بإشي إلو علاقة بالمجازفات والتهور يعني ممكن يخليك تستهين ببعض المسائل ممكن يخليك تتهور اتجازف اتخالف القوانين تدخل بأشياء مشبوهة طبعا إذا عملتها رح تنحسب عليك ورح تتسجل ضدك ورح تخسر ما رح تكسب أما بالنسبة لبيتك 11 طبعا إحنا بنحكي عن القوس هذا بيت الأصدقاء بيت الرغبات والأماني والأمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والأصدقاء الموثوق فيهم اللي بيغدموا لك نوع من أنواع الدعم والحماية واتباع العواطف المتعلقة بالحب العذري هاي هذا البيت تقريبا فيه نوع من أنواع الإيجابية بعلاقاتك الاجتماعية أو حياتك الاجتماعية ورح تنشط فيها من بداية العام لغاية 8-1 ومن 7-10 ولغاية 5-11 ومن 22-11 ولغاية 21-12 أقواها إليك هي من بداية العام وحتى 8-1 ومن 7-10 لغاية 5-11 هاي قوتها اللي أنت رح تحقق فيها أشياء كثيرة من علاقاتك الاجتماعية بدك تحذر طبعا من المريخ اللي رح يتواجد في هذا البيت من 13-12 نهاية العام اللي هو 20-21 وبرضو خسوف القمر الكلي اللي رح يكون يوم 26-5 ويوم وكسوف الشمس الكلي يوم 4-12 هذول التواريخ ممكن تعرضك لفقدان صديق أو تكتشف صديق أو تخسر علاقة أو صير مشاكل إلها علاقة بالوضع الاجتماعي أما بالنسبة لآخر بيت وهو برج الجدي بيتك 12 طبعا هذا بيت المتاعب يعني مهما كان وجود الكواكب فيه فهي ضعيفة جدا وبتتعب أعصابك بشكل كبير لما تكون منتحسة فطبعا هذا بيت المؤسسات الكبيرة بيت له علاقة بالمستشفيات الأشخاص اللي ممكن تدخل مستشفيات السجون اللي هي ناس تنسجن صلاة عرض الفنون التقييدات والأسرار اسمه بيت متاعب بيت المحن الكبيرة والأمراض الخطيرة المهلكة والمزمنة بيت السجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة وكل شيء مقدر على الإنسان طبعا هذا البيت رح ينشغل من بداية العام ولغاية واحد اثنين ومن خمسة احد عشر وحتى نهاية العام الشمس بوجودها في بيت المتاعب زي ما حكينا اللي هو قبل عيد ميلادك من بداية العام لغاية تسعة عشر واحد ومن واحد وعشرين اثناش وحتى نهاية العام هاي الفترات اللي بتكون فاقد الطاقة تماما وممكن تفشل ممكن يتأجل عمل ممكن يلتغي أعمال ممكن تكتشف ناس بتخونك او بتخدعك او بتضرك او بتتآمر عليك بتتركز على هذا التاريخ الزهرة رح تحميك من ثمانية واحد لوحد اثنين ومن خمسة احد عشر لا تسعة عشر اثناش ممكن تكشف لك أشياء ومفاجآت انت كنت ما تتوقع انه ممكن هاي الأشياء تصير او انها بتكون يعني موجودة بهاي القوة طبعا بدك تحذر بشكل كبير لانه تراجع الزهرة اللي رح يصير في تسعة عشر اثناش حتى نهاية العام تسعة عشر اثناش اللي هو عشرين واحد وعشرين حتى نهاية العام رح يكون في بيت متاعبك هذا شوي ما نحط عليه علامات استفهم يعني في التوقعات اليومية ان شاء الله رح نحكي عنه لانه مكانه حساس شوي برضو فترة تراجع بلوتو اللي هي من سبع وعشرين من أربعة لا ست عشر رح يأثر على موليد العشرية الثانية يرهقهم ويتعبهم وممكن يحطهم في تجارب مش سهلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر